إن شاء الله في هذا الفيديو بنشوف مع بعض استعراض لأهم خصائص وموصفات أحد إصدارات الزينبوك من شركة إيسوس لابتوب الأربعة عشر بوصة جهاز كده خفيف لطيف وعملي جدا ولكن قبل أن نبدأ الفيديو مع بعض خليني أعطيكم هذا الخبر عن شركة إيسوس شركة إيسوس فازت بأفضل شركة لابتوب لعام 2020 وأكيد هذا الفوز ما جاء من فراغ ولكن من العتاد القوي في أجهزة إيسوس بصفة عامة وبشكل خاص أنا أحب فئة الزينبوك يلا خلينا نبدأ الفيديو مع بعض خلينا نبدأ معاكم بالتصميم الملفت التصميم الأنيق الجهاز نحيف جدا كذلك من حيث الوزن فهو خفيف أيضا تقريبا كيلو شوية ويأتي بلونين هذا هو لون الصنوبر الرمادي ويعتبر أنحف لابتوب بالعالم في فئة الأربعة عشر بوصة يأتي جهاز الزينبوك اليو إكس أربعمية خمسة وعشرين بشاشة بمقاس أربعة عشر بوصة فول إتش دي تستحوذ على تسعين بالمئة من الواجهة الأمامية للجهاز شاشة عرق مشرقة وواضحة بتقنية النانو إيج من الأربع جوانب بنسبة سطوع أربعمية شمعة وبمنتصف الشاشة بالأعلى كاميرا الويب إتش دي وتدعم بصمة الوجه عند فتح الجهاز هذه الشاشة تنحني بدرجة 150 وتسمى وضعية الطباعة للكتابة بشكل أسهل هذه الوضعية ترفع الجهاز 2.5 درجة وهذه الرفعة تفيد في تبريد الجهاز كذلك الصوت وعلى طارق الصوت الجهاز مزود بنظام صوتي من واحدة من أفضل الشركات للصوتيات وهي هارمين كاردون خلصنا الشكليات والكماليات خلينا نشوف العتاد القوي للجهاز الجهاز مزود بأحد معالجات شركة انتل وهو معالج انتل الجيل العاشر i7 ويتوفر نسخة جديدة ولأول مرة في المملكة العربية السعودية بمعالج انتل الجديد انتل 11 الجيل 11 ومتوفر حاليا في مكتب الجرير أيضا بالإضافة إلى هذا الوحش ويأتي ب16 جيجا رام DDR4 للذاكرة العشوائية ومساحة تخزين 512 جيجا بايت من نوع الاس اس دي يعمل الجهاز بأحدث أنظمة ويندوز وهو ويندوز 10 64 بيت ويدعم البلوتوث 5.0 ويدعم الواي فاي 6 ولو نلاحظ لوحة المفاتيح المضيئة بالكامل ومن الحافة للحافة والشريط العلوي منها اختصارات جدا كثير منها إطفاء وظائف الكاميرا أو تشغيلها وإضافة لوحة المفاتيح وسطوع الشاشة وإلى آخره بالإضافة إلى اختصار لبرنامج ماي اسوس واللي بنتعرف عليه لاحقا كذلك منطقة الماوس الكبيرة واللي بتعطيك إمكانيات أخرى مثل لوحة الأرقام بإضاءة خفيفة تستطيع إطفاءها أو تشغيلها عند الحاجة وتفيدك بشكل أسرع في المواقع اللي تحتاج تعبئة أرقام فيها بالنسبة للمنافذ الموجودة بهذا الجهاز منافذ على أعلى مستوى واللي فيها أحدث التقنيات خلينا نشوفها مع بعض عندنا من الجهة اليمنى مدخل USB Type-A 3.2 الجيل الأول كذلك قارئ بطاقة مايكرو SD أما من الجهة اليسرى فعندنا منفذ HDMI ومنفذين للثندر بولت 3 Type-C يدعمان الشحن السريع ولو بتركب شاشة خارجية هذه المنافذ تدعم دقة 4K UHD كذلك نقلة بينات من خلالها تصلت سرعتها حتى 40 جيجا بالثانية هذا الجهاز يمتلك بطارية عملاقة تصل معاك استخدام تقريبا إلى 22 ساعة ولكن المميز أيضا هو خاصية الشحن السريع اللي بتكون من خلال أحد منافذ Type-C واللي بقوة 65 واط تقدر تشحن هذا الجهاز من 0 إلى 60% خلال 49 دقيقة فقط وأخيرا عندنا برنامج مثبت بشكل مسبق ماي إيسوس واللي أشوفه من البرامج الرائعة جدا اللي من خلاله تقدر تسوي فحص كامل لجهازك حالة البطارية ووضع المروحة كذلك مهام المفاتيح تاريخ الضمان تمديد الضمان وربط جهازك مع الجوال سواء كان IOS أو حتى أحد أجهزة الأندرويد اللي من خلال هذا الرب بتستفيد فيه نقلة ملفات بينهم والوظائف الكثير بكل أمانة الجهاز قوي جدا أشوفه مناسب جدا سواء كان للطلاب لرجال الأعمال للأعمال المكتبية للمنتاج بالذات نحافته وسهولة تحمله في أي شنطة تقدر تدفسه معاك شيء خرافي طبعا نحن ما بنتكلم فقط على جماليات ولكن استعرضنا أيضا العتادة القوي لبهذا الجهاز اللي بيعطيك إمكانيات خرافية وأخيرا سعر الجهاز متوفر في مكتب جرير بسعر 4,399 ريال وبترك لك الرابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات بكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا ملايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر